اشتركوا في القناة برئاسة سمولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله وأهداف رؤية البحرين الاقتصادية عشرين ثلاثين جاء ذلك لدى تفضلي معالي صباح اليوم بحضور معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيسي مجلس النواب وعدد من أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين برعاية حفل الافتتاح الرسمي لمصنع شركة البحرين المواد الغذائية والزراعية والأمن الغذائي بافكو الكائن بمركز البحرين لتنمية الصناعة الناشئة بالحد والمتخصص في إنتاج الحبوب الغذائية وتوزيعها محليا وتصديرها عالميا ونوها معاليه بما يوليه القطاع الخاص من اهتمام بتوجيه استثماراته ورؤوس أمواله نحو الداخل وذلك لتعزيز المجالات التنموية المختلفة والتي يأتي من بينها إنشاء مصانع الأغذية على نحو يعكس ما يحظى به هذا المجال من دعم وتسهيلات حكومية مشجعة على التوسع في مزاولة مثل هذا النشاط الاستثماري ولفت معالي الالتزام الحكومة بتنفيذ السياسات التي من شأنها أن تعزز من مستويات الأمن الغذائي وتنويع سلاسل الإمداد واستدامتها والارتقاء بالقدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية والاستثمار فيها وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة في مشاريع الأمن الغذائي وتقديم الدعم اللازم لها وأثنى معالي خلال الجولة التفقدية في أرجاء مصنع شركة بافكو على ما شهده من توظيف التقنيات المتطورة والتكنولوجيات الحديثة والآمنة في مراحل الإنتاج المختلفة معربا عن أمنياته للقائمين على المصنع بالتوفيق والنجاح من جانبه أكد سعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن أحد أهم وأبرز الأهداف التي تعمل عليها الغرفة خلال الدورة الإدارية الثلاثين هي تحقيق رؤية مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة سمو وليل عهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله فيما يتعلق بتوفير الأمن الغذائي ومواجهة التحديات التي يشهدها العالم من تأمين الغذاء وسلاسل التوريد وضمان تدفق الغذاء عبر ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الصناعة الغذائية بدوره يعرب السيد خالد علي الأمين رئيس مجلس إدارة شركة بافكو عن شكره وتقديره لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء على تفضله بافتتاح مصنع الشركة وأشار إلى أن صناعة الأغذية تتطلب اليوم المبادرة لوضع حلول لتأمين الغذاء على الصعيدين المحلي والإقليمي موضحا أن تشهيد وإطلاق مصنع بافكو بتكلفة إنشائية وتشغيلية تقدر بأكثر من 12 مليون دولار أمريكي يشكل انطلاقة مشجعة ومهمة نحو المزيد من الاستثمارات في قطاع الأغذية فضلا عن الفرص الاستثمارية المتولدة منه والتي ستنعكس على التنمية الاقتصادية المستدامة اشتركوا في القناة بتكلفة إنشائية وتشغيلية تقدر بأكثر من 12 مليون دولار أمريكي تم افتتاح مصنع شركة البحرين للمواد الغذائية والزراعية والأمن الغذائي بافكو الكائن بمركز البحرين لتنمية الصناعة الناشئة بالحد والمتخصص في إنتاج الحبوب الغذائية وتوزيعها محليا وتصديرها عالميا نشجع القطاع الخاص في الاستثمار في مشاريع الغذائية والزراعية وهذا من أهم القطاعات التي نحاول أن نطورها ونشجع القطاع الخاص في الاستثمار فيها ولأن الأمن الغذائي أمر مهم وستراتيجي شركة بافكو البحرين وظفت التقنيات المتطورة والتكنولوجيات الحريثة والآمنة في مراحل الإنتاج المختلفة وذلك لتعزيز سلة الغذائية للمملكة والمنطقة والوطن العربي وتوفير احتياجات السوق من السلع الغذائية والمنتجات الزراعية بما ينعكس بالإيجاب على التنمية الاقتصادية من خلال تنويع مصادر الدخل فضلا عن خلق فرص العمل المصنع مهم جدا مع تطلعات القيادة للأمن الغذائي واستراتيجية الأمن الغذائي ومع اللي شهدناه خلال السنتين اللي فاتوا من كوفيد-19 ومن الحرب الأوكرانية الروسية وقلت سلسلة الغذاء فمصانع مثل مصنع بافكو صارت مست أن تكون في البحرين لازم أن تكون ولازم إحنا كمجتمع تجار ومواطنيين فريق البحرين أن نعمل على إيجاد أكثر من مصانع المصنع من أحدث المصانع الموجودة وهو اثنين في المنطقة بس صدرنا ونعمل على التصدير وصلنا إلى سوث أفريكا وصلنا إلى فرنسا استراليا دبي السعودية فمثل من هذه المصانع تعمل على تقوية الأمن الغذائي في البحرين تلتزم حكومة مملكة البحرين بتنفيذ السياسات التي من شأنها أن تعزز من مستويات الأمن الغذائي وتنويع سلاسل الإمداد واستدامتها والارتقاء بالقدرات الوطنية في مجال صناعات الغذائية والاستثمار فيها وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة في مشاريع الأمن الغذائي وتقديم الدعم اللازم لها إن افتتاح مصنع شركة البحرين للمواد الغذائية بافكو والذي يعتبر واحدا من أهم المصانع المختصة بتصنيع المواد الغذائية على مستوى المنطقة والعالم ويساهم في رفض الأمن الغذائي في مملكة البحرين ولما له من أهمية في مد الأسواق المحلية والعالمية بالاحتياجات الغذائية خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون بحرين